ولو دايقيني زياني يوه بقليت ثلاث ساعات قادم مستنياك اتأخرت كده ليه؟ كنت في النيابة تخيال ان شرور جابت سيرتي في التحقيق؟ يا لهوي، وبعد ايه؟ لا متليش انا عامل حسابي، خضي نصيبك هون حبيبي نفس اعرف انت عملت ايه للرجل ده؟ خلتيم دهول كده اللي عملته ما يتقلش، يتعمله بس ه ه ه ه ه ه ه.. طب وريني، ولو عجبني لك عند بقى حتة مفاجأة لا حصلتش ه ه ه ه ه ه الميش انا هعملك اللي عمرك ما شفته ولا سمعت عني بس الاول تقولي عن المفاجأة ه ه ه كبرتي يا توحى وبقيت تعرف تثيوكني تعلمت منك يا استاذ يلا يا اعمر قولي بقى ايه المفاجأة أقول لك يا ستي سرور خلاص بخ وقبل ما تبخ أنت معلمة عليها هي وبناتها معلمة على أفاهم بالمطور يعني العقل والمنطق يقولوا إيه يقولوا أن أنت تبقى المعلمة بدلها إيه إيه رائف بقى رائف إيه بقى أنت عاوزني أروح لغاية عندهم وبقى المعلمة عليهم ويسيبوني كده والموضوع يعدي عادي قال ليه لما قطعوني متحتة لا هيقبلوكي ورجلهم فقرة قابتهم ما تليش إزاي الله مغزيك يا شتاء تعالي جوه أنا أقولك يوه يلا ما فيش وقت إزاي خسروش شفت يا فخري شفت الكلاب عملوا فيه إيه سدينا أنا أول معرفت اللي حصل جيت لك جاري أه حتة بيت زي الحرباية حية ودخلت بيتي أمنت لها وأكرمتها وعملتها زي بنتي وفضلتها على كل اللي عندي اعتبرت أني ربيت قطة مغمضة وأول ما كبرت بيت أسد متوحش وأول ما جاعت كلتني يا سروري أنت عارفة كويس أني كارك دا الأصول ما تقمنش في لأي حد عندك حق يا فخري على رأيي مثل زمان قالي اللي تبيعنا بسهب الفلوس تبيع أي حد برضو والفلوس والكلب اللي اسمه حسام أنا كنت عارفة أنه حيبعني بس مش دل درجاتي دا كل المركز اللي وصل لها دي بسببي أنا أنا كنت بجيب له الأواضي على صنية من فضة وفضل يكبر ويكبر ويكبر والآخر القلاش ني معلاش يا حبيبة ما تزعلش بكرة تخرج من هنا وتنتقم منهم واحد واحد اسمع يا فخري خد اتصل بالنمرة دي حيرد عليك واحد اسمه عصام باشا احكي له كل اللي حصل وقل له لازم يشوف صرفة يخرجني من الزفت دا دا مش من شلة العواجز إياه أيوة يا فخري قل له صرور بتقولك عايزة تخرج من هنا بسرعة معقولة يا صرور يعني بعد كل اللي حصل دا كله هو ما خدش خبر أنا عرف ان الناس دي تعرف دبت النملة يا فخري اعمل اللي بقولك عليه ونفزه عشان خاضر حاضر يا حبيبتي ما تزعلش نفسك هتصل بيه وحرد عليك الزيارة كاي هتسلام لي يا فخري ما تحرمش منك أبدا أنا مش عايز حاجة مني غير انها يشوفك طلع من هنا دي السلام ان شاء الله يا فخري اتصل انت بس بعصام باشا وانا قريب قوي حابقى وسطيكم وساعتها هعرف كل واحد ما قامه غزال ايديك يا بات انت مجنونة اللي ايه يقولوا ان انت شهدت مقابلتك شرور مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بتي من نكليها واسمع كمان يا طور من نكليها حشان ما عنديش وقت نعم يا حساب بيه من النهاردة خلاص ما فيش سرور بح خرطناها للوز من هنا ورايح ما فيش غير القابلة الجديدة قابلة توحة واللي هتقوله توحة هيمشي على الكل ورجليك وفق افاكو شهر ستة قرر وانا عندي محاضر كتير عايز اقفلها فاهمين ولا قول كمان؟ فاهمين يا باشا وانت يا بيت تتعادلي حاكم انت خلاص نسلك معايا تكة وانا قابلتك الجديدة قالت انها محتاجاكي انا كنت عملت معاك الصح معلش حسان بيه مو انت لو خدتها انا مش هلاقي حد يمسح ويسيق البيت انت عارف بقى قزمة الشغالين اليومين دول انا اعملك اللي انت عايزة يا بلاطوحة عايزة انا ادعاكلك الموعين ادعاكلك الموعين بيت شكلك يا رامي مش هعاجبك وشكلك كده هتحصلي قابلاتك يلا بيت خشي جوه هتسيلي تشتحطي فيه ميا وملح وتعالي عشان تدعاكيلي بيه رجلي يا قبلة هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه بس يعني الباشا يمشي انت مالك انت يا بات يمشي ولا يعضي ده بيت ويقعد فيه زي ما هو عايز ونعم انا ما قزي انا بس قزي يعني اخ راسي خالص ما اسمعش حسك يلا بيتوا يتحركوا يلا خشي جوه انت وايا يلا يا اختي هاتيلي تشت ميا وملحة حط فيه رجلي انا ماشي يا توح لو فيه اي حد دايقك تكلمين تنور يا باشا ما يتيلاش يا حسن بيه انا معها هاتوا حشين سلاو سلاو بتعاد موسيقى 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 المية يا ست الكل احلى مية في الدنيا لست الهواني تبا يا بيت باش ندال حيانة لجوة زيتي كنت اخسل لي رجلي طب ما اخسل هالك انا يا عطل بقولك يا سكوتي لا تحصل لي قابلاتك قومي حاضر حاضر اترازعي اخذي بشوشة على راجلي وبشوشة على الجزل وبشوشة على القشطة يلا افكي بشوشة بيتر حسن بشرتي تتعور يلا حت شرق لي في المية قربت تشت ده شوية يلا اعملي بقى مسج القلب اي تجلي بتوجعني بشوشة يلا صبا صبا يا تكنيلا في ايدك اللي عاملة زي المرزابة ايوة كده بشوة هو مين الراجل اللي احنا جايين له ده ده راجل جديد كده واحد ما عرفه ايه اللي عليه راجل ده بقى ههم انا احلى واجب حيدينا كل البضاع اللي احنا عايزينها بنص التمن وبعدين لما نبيع ونزبط بقى ندي له باية فلوس الله 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 وعلى النعمة من نعمة ربي الليقول ان احنا يعني في منطقة شغلي دلوقتي كان زمان يزغرط معنى كده انه لو ادينا كمية زيادة التوزيع هيزيد ونسبتي انا كمان تزيد وتشاخل عبق وتلع لع معاي الله الله يا عشجان انت بياتي مدية خلاص استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم ربنا يديم العشن اللي بيننا يا باشا بس يعني لما اغزى طباخ السم بيدوق وانا نفس ادوق بقى ماشى يا ستة هندوقك اللي انت عايزاها ماشى بس انخلص المصلحة دي كده بيحلها المولى عز وجل نصدق بالله لا لا الا الله انا بيعجبني ايمانك قوي باشا طقي اللهم اقوي ايمانك المهم يا باشا دلوقتي يقولي هتعرف الراجل ده ازاي هو قلي لابس بانطلون سود عليه جاكت شاموه بني وقدامه شنطة سمسونات بني راجل غام اعمل اخي ايوه هو راجل اللي هناك اللي بدينا جنبه ده اه ماشى انا هروح له اشجانة ماشى باشى زي ما اتفقنا ابوس ايدك مددناش في ستين داي لو شمتي رحت الحكومة بس تديني الزمارة اللي احنا متفقين عليها قيب عليك يا باشا اتطمن انت بس انزل وروح تعالينا بألف سلامة بنا اسطر ربنا معاك ترجع علينا بألف سلامة ان شاء الله خلاص يا عشجانة بنا اسطر تفيها زيادة انجز بقى عايزين نشوف شوية فلوس حلوين يا نهار متوحس ده شوي عكاش يا نهار رسود ارجع ارجع يا باشا ونروح فيدي يالله يالله يا نهار رسود والله ارجع يا باشا اركب يا باشا في ايه؟ الراجل ده مخبر يا باشا ده من منطقة ناس مشقوع كعشا انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقول ايه؟ اه متأكدة يالله يا باشا اطلع والله العظيم هنروح في كلابوش هنروح في كلابوش اوزاق تاني سالم هو اللي موصلني لايه؟ على فكرة سالم ده هو اللي باعك استحال استحال يا سالم بيبعني ولا يفكر ده هو اصلا اللي بيحذرني يا نهار رسود اتشح يكون الحكومة مش عايزان احنا ده عايزان الناس اللي يفويني عشان كده ما عبودوش على سالم عايزين البكرة كلها اتكر يالله ماذا؟ بكل بكر ايه اخين ده يديلوقتي اطلع يا باشا هنتكلبش انا مش قند الحبس انا مش قند الحبس خلاص خلاص اطلع يا باشا ابوش ايه ده كابوش ايه ده يالله يا باشا تكرى على الله بس انتأكد بس من النجا انشاء الله تكارل الله